وحتى بالنسبة لمواجهة بالنسبة لمصريين مواجهة موريطانيا تخليهم هميوووووو! يا رفاق يونج يا رفاق يونج يفرح موسيقى ماذا قال حساب حسن عن مقارنته بمحمد صلاح صلاح يواصل مطاردته لحسام حسن في سباق الهدفين التاريخيين لمنتخب مصر هدف محمد صلاح في مرمى موريتانيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا واختتم حسام حسن حديثه لا بد من تواجد الجمهور في المباريات المقبلة لمنتخب مصر وعدم الانشغال ببعض الأمور الأخرى الخاصة بالأنديا ماذا قال حسام حسن عن مقارنته بمحمد صلاح في مباراة أقيمت على أرض منعب الأول الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لمنتخب الفراعنة عند الدقيقة التاسعة والسبعين من زمن المباراة عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليرفع رصيده إلى 58 هدفا على الصعيد الدولي وعقب المباراة قال مدرب منتخب مصر حسام حسن لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي صلاح لاعب ذكي جدا وقبل جلوسي وحديثي معه قد زعم البعض بوجود خلاف بيننا صلاح يعتبر مثل أخي الصغير أو ابني وعن مقارنته بصلاح من قبل بعض الجماهير قال من الخطأ هذه المقارنة لم تسبق أن حدثت مقارنة بين مدير فني ولاعب المدرب كالمدرس لا ينفع المقارنة به صلاح مرتاح نفسياً لم أسبق وأن شاهدته وهو يتحدث مع اللاعبين ويعمل على تحفيزهم ويشجعهم كما يعمل الآن حتى خلف الكواليس في المعسكر والتدريبات وأوضح المدرب البالغ من العمر 58 عاماً هناك تنسيق بيني وبين صلاح والمدير المداري حول حاجات الفريق وبعض الأمور التنظيمية الأخرى صلاح وسيط بيننا وبين اللاعبين وتابع أشعر أنه مرتاح عندما يكون مرتاحاً مع ناتي ليفربول حينها يكون أفضل مع المنتخب أقول له ولكل اللاعبين المباراة الدولية لها قيمة كبيرة في تاريخ كل لاعب لذا اكترثوا لها وأوجه التحية لصلاح وتريزيجي والشناوي وغيره من اللاعبين صلاح يواصل مطاردته لحسام حسن في سباق الهدفين التاريخيين لمنتخب مصر نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تعزيز تقدم منتخب مصر بتسجيل الهدف الثاني في شباك منتخب موريتانيا خلال المباراة التي تقام حالياً على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب وسجل صلاح الهدف في الدقيقة الثمانين حيث استغل عرضية متقنة من زميله محمد حمدي ليضع الكرة في شباك موريتانيا بسهولة يذكر أن الهدف الأول لمنتخب الفراعنة جاء عبر اللاعب محمود حسن تريزي جي الذي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 69 بتسديدة قوية بعد استغلاله كرة عرضية من زيزو لتسكن الكرة الشباك بهذا الهدف يعزز محمد صلاح رقمه القياسي ليصل إلى 20 هدفاً كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية على مر التاريخ ويستمر صلاح في مطاردة حسام حسن على صدارة قائمة هدف منتخب مصر التاريخيين حيث يتصدر حسن القائمة برسيد 68 هدفاً بينما يملك نجم ليفرقول محمد صلاح 59 هدفاً حتى الآن ويستعد ليفرقول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة السابعة من الدور الإنجليزي التي ستقام على ملعب سيلهريست بارك حيث يسعى ليفرقول لتحقيق الانتصار وتعزيز صدارته في جدول ترتيب المريمير ليج وخاض صلاح 17 مبارات أمام كريستال بالاس كانت جميعها ببطولة الدور الإنجليزي وتمكن رفقة فريقي ليفرقول وتشيلسي سابقاً من تحقيق الانتصار في عشرة مباريات والتعادل في اثنتين والهزيمة بمثلهم ولعل صلاح مبارتين فقط أمام كريستال بالاس بقميس تشيلسي وشارك فيهما كبديل مقابل 12 مبارات رفقة فريقه الحالي ليفرقول وتمكن مو من هز شباك الفريق اللندني بأربعة عشر هدفاً إضافة لصناعة خمسة أخرى بإجمالي 19 مساهمة تهديفية أولى أهداف صلاح أمام كريستال بالاس جاء في مباراة الجولة الثانية والثلاثين خارج الديار في موسم 2017 إلى 2818 في انتصار ليفرقول بهدفين مقابل هدف حيث سجل الناعب المصبي هدفاً وسبق لصلاح تسجيل هدفين في شباك كريستال بالاس في مناسبتين من قبل أما آخر مباراة جمعت الفريقين فانتهت بانتصار الفريق اللندني بهدف نظيف في الجولة الثالثة والثلاثين من الموسم الماضي على ملعب آنفيلد تصريح أبو تريكوها على محمد صلاح بعد قبارات ليفرقول وكريستال بالاس ذكرت صحيفة داصن البريطانية أن نادي ليفرقول يواصل عمله على ملف مستقبل النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق بعد تقارير رغبته في الرحيل وعدم تجديد عقده للموسم المقبل الصحيفة أفادت بأن الريدز استهدفه النجم الألماني كريم أديمي مهاجم نادي بروسيا دورتموند لجعله خليفة صلاح في حال قرر الفرعون المصري الرحيل عن كتيبة آرني سلورت مستقبل المهاجم يعتبر الملف الأهم للنادي هذا الموسم ما زال لديه فان تايكو أرنولد يبحث لهم عن قدلاء أيضاً ليفرقول سيهتم جد آب المركات الشتوي القادم لتعزيز جميع مراكز الفريق بعد فشله في جلب تعاقدات جديدة بالصيف الماضي تصريح مدرب ليفرقول على هدف محمد صلاح العالمي في مباراة ليفرقول كشفت تقارير صحفية عن تفاوض وكلاء المصري محمد صلاح جناح ليفرقول مع أهل جدة السعودي تمهيداً لضم قائد منتخب مصر الصيف المقبل ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2025 ولم تتحرك إدارة ليفرقول حتى الآن لتجديد عقد نجم الريدز بالرغم من البداية النارية له مع الفريق على المستوى المحلي والأوروبي ووفقاً لما نشرحه شركة كوت أوف سايد إن وكلاء صلاح نجم ليفرقول فتحوا خط المفاوضات مع نادي سعودي جديد وهو أهلي جدة ومزاحمة النصر والاتحاد على خطف قائد الفراعنة في الوقت الذي يفضل فيه مو البقاء في أنفيلد أضافت الصحيفة أن أهلي جدة لا يستهدف ضم محمد صلاح فقط بل هناك نية لديهم في التعاقد مع مدافع ليفرقول الذي ينتهي عقده أيضاً في يونيو 2025 كشف التقرير عن عرض أهلي جدة لضم محمد صلاح حيث يستعد الفريق السعودي لتقديم عقد لمدة ثلاث سنوات لكل ناعم إذا كان هناك اتفاق تام بين جميع الأطراف أنهت الشبكة تقريرها مؤكدة ترجمة نانسي قنقر